من خلال متابعة مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات للإسهامات الفكرية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة والتي تتسم بالريادة في الطرح والتناول وتلهم المبدعين على إعمال مناهج البحث العلمي حيث اعتبر السمو مدرسة ينهل من علمها الباحثون نظرا لما يطرحه من عمق في الأفكار تجلت فيما قدمه من إسهامات فيما يدين العلم والفكر والثقافة وتوثيق السرديات التاريخية في منطقة الخليج العربي ومن خلال مطالعة مركز دراسات لإصدار سموه الجديد بعنوان بداية حكم الاعتوب للبحرين فقد توقف المركز أمام عدم شموله للسرديات التاريخية المتنوعة في منطقة الخليج العربي وهو ما دأب البحثون في المنطقة على الاستعانة به للتعامل مع الوثائق الأجنبية وبناء على ما تم الاطلاع عليه من قبل مركز البحرين لدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات فإننا نؤكد أن ما ورد في كتاب سموه من معلومات كانت غير دقيقة وليست موثقة وفقا لمعايير البحث التاريخي العلمي